الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله اللهم إني أسألك لطلبة البكالوريا أن توفقهم وأن تسددهم وأن تسهل أمرهم وأن توفقهم وأن تنجحهم وأن تجري الإجابة الصحيحة على قلوبهم كي يفرح الناس يا رب يا رب العالمين سائل من البوليدة يقول أريد أن أستورد العسل من فرنسا وأريد فتوى في هذا الموضوع يا أخي وشداك للعسل تع فرنسا يا خنتان بليدة وبليدة فيها العسل تع نونوس وشداك لفرنسا عندكم عسل في بليدة ما شاء الله مشهور ومعروف وقديم كاب ورا عليه الصغير وشاب عليه الكبير واسمه عسل نونوس كنا صغار مالينا يبعتونا روح جيب لي عسل تع نونوس مخدوم في بليدة النحلة تأكل من البليدة الوريدة من الوردة تع بليدة من الغابات تع بليدة رايح انتالي في فرنسا تجيب لنا عسل ما نعفقا ولا عسل ولا مخلط ولا انتو ما كنت صدقوا الشركات العالمية يا أخي على بلكم اللي يخدعوا يكذبوا هم جابوا لكم خمر قالوا لكم خمر حلال مستورة مسبانيا واللي فتات لكم هي ماري فرنس الشيخة ماري فرنس والتي هي اللي تفتينها اتاقي الله يا أخي روح شرب عسل تع نونوس روح اقتبرا او داروا اخوك مسلم هذا مسلم لداروا ورجال ونساء يخدموا في هذه الشركة مسلمين كي يجي يخدم بسم الله كي يجي يجيب النحلة بسم الله كي نحي العسل بسم الله كي علبو بسم الله كي يجي يتاجر بسم الله يا ودي تأكل عسل مرقي لا لا انتو روح جيبنا العسل مفرنسا حسبنا الله ونعم الوكيل وان لو يستوردوا كلش منا قال لك زعم لنستهلك جزائري صدقوني التربولات عفوا التربولات التربولات يجيبوها من الخارج وراه يتتبع في الاسواق الجزائرية ما نعجبينها ما الصين ولا ما نهار داروطن وبيلسان بول زعمه ولا ويقول لك لنستهلك جزائري خلاص باش نستهلك وغير هات السيارة الله يهديكم حسبون الله ونعم الوكيل الكستي يمتعوا مطاليان وصباتهم اسبانيا ونواضروا من الالمان تركوا تبول يلابسوا من فرنسا تقاشروا من كندا ويجي يقول لك لنستهلك جزائري واش باوراي جزائري يا رحم بابك الله يهديكم عمرتونا بالكدب واصختونا ودنينا بالكدب لنستهلك جزائري التربولات يجيبوها من الخارج زيدا تروح جيبوهم العسل ها قدير العسل تعدزاري يحبس ها قدير الحليب تعدزاري يحبس يجيبوه العسل من الخارج والبقرة تعدزاري وش هيدير ولادت زاير حرقها في الخارج والسلعة على الخارج جات هنا قال لك فرنسا ريت شومرت وفرنسا كيت شومر عندها تزاير جيت تحب تأكله تشرب هنا حسبونا الله ونعم الوكيل السي عبد الوهاب من سكيك دا يقول أنا عندي محل أبيع العطور وأبيع الشمة لا حول ولا قوة إلا بالله من العطور من الشمة يا سي عبد الوهاب الله يهديك من تبيعهم العطور حجاريحة طيبة وهي من السنة وأوصل نبي عليه الصلاة والسلام بذلك والقرآن يحثن على التجمل ومنا الشمة والسجائر هل يجوز هذا المال لا مالك حرام المال تع السجائر والشمة حرام لا يجوز بيع السجائر ولا الشمة مادم ثبتت المضرة فالضرر يزال يزال خلاص كما وحده يعني يأكل لانجيلات ولا يأكل سجاج لا يجوز له وهل يجوز للذهب إلى الحج لا يجوز لك أن تذهب إلى الحج بمال الحرم أروح بهذا كلمة لتبيعها العطور وريحة نعم عندي زوجة مريضة وعجز الأطباء عن شفائها أريد منك أن تصحني بمرقي والله أول حاجة ننصحك بالدعاء الدعاء ربي سبحانه أرفض يدك وادعي لها ادعي لها كانت واحد لمرأة يعني في الموسم اللي حجيت فيه واحد لمرأة شخصية كبيرة طافت قاع العالم حواسها هي ورجلها يعني تع الدنيا ما كانش تعرف الآخرة أمبات صابوا عندها سرطان خلاص أنت أشرفت على الموت ما نعرفش كنت صحة قالها رحي تحجي قالت الرجلات ديني نحج باش نموت يعني في بلات حج وتموت باش ربي يغفر لها فجاءت إلى مكة وقعدت أربعين يوم لا تشرب إلا ماء زمزم زمزم وتدعي زمزم وتدعي تسقمت وتحسنت وبرات كي ولت إلى أوروبا صابوا ما عندها لا سرطان ولا شي ما لا أنتتج إلى الله قلوا اللهم إن الداء أداءك وإن الشفاء شفاءك اللهم أنزل الشفاء على الداء أدعي لها أدعي لها قبل ما تبدأ تخمم في الرقياء سائل من صيفي يقول هل يجوز البيع بالتقصيد نعم راني فتيت يعوذ بالله من كلمة أنا مئات المرات البيع بالتقصيد جائز بإجماع علماء المسلمين واشنوه البيع بالتقصيد هاني عندي تلاتة نقول لك إذا تخلصني الآن أربعة ملايين إذا تخلصني على خمس سنين محسب كل مرة تعتني شوية كل شهر شوية نبيحها لك ستة ملايين أنت خير خير ثامن من الأثمان إذا خيرت أنت ستة ملايين معنتها التلاجة تباعت بستة ملايين ما تباعتش بثمانين ثامن واحد تخلصني كل شهر بالتقصيد يجوز هذا ما فيه شريبة لأن الريبة هو كله قرض جرى فائدة الريبة هو سلف أنا ما كاش سلف الدرهم التوعك والتلاجة التاعي شعرت بيحالي قال إذا تخلصني على خمس سنين بيحالك ستة ملايين علاه لأنك أنت لما تخلصني الآن أنا نشد درهمك كتاجر ونحن نشري ونبيع أنت شدت لي درهمي قلت لي كل شانتك مئة ألف مع أنت قبط لي درهمي ما للشريعة باش ما ينضرش التاجر ويستفاد الشاري باحة البيعة بالتقصيد فهمتوها سائل يقول هذا سائل من مؤسسة عقبية معناتها في السجن يقول لمؤسسة إعادة التأهيل من برج بوري ريج سيد الفاضل السلام عليكم أنا سريع الغضب وتجدوني أنصح الناس بعدم الغضب ولكن سرعان ما أغضب واغب على صلاتي في وقتها وأحب فعل الخير للناس وأدعو لكل الناس بالخير ولكن أشعر أن كل من حولي يكرهني هذا الشيطان يديرها لك في رأسك سيد الشيخ أنا أشعر ومتأكد منذ السنين أني مستحور ولكن لا أجد الحل بسبب أني في السجن ولا حل لي فما هو الحل الذي تنصحني لإزالة الغضب علاجك هو السبحة أتسمع السبحة روح دبر سبحة ولا شوف الحراس على السجون قل له يا أخي دبر لي سبحة ولا ماليك وبدأ تذكر ربي دائما سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر ولا عندك ألف ألفين ألفين ألف لأخمسين ألف لا إله إلا الله دائما لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالسبحة دائما والله قد تصيب القلب بنتها أكي برا آه النهار والجيك تقيله كما هديك شاحنة واحد عنده كامي وما نودهOUGH عشرين سنة يا أباك يتصدد إن القلوب لا تصدأ قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب لا تصدع إن القلوب لا تصدع قالوا وما جلاؤها يا رسول الله يعني واش لي نقيها قال ذكر الله أما لنت يا قلبك ومصدد أبدأ تنوض لا إله إلى الله لا إله إلى الله لا إله إلى الله حتى قلبك ينود ينود لازم برمية مش يغينود سان كياما أو يضغطك يدكدك هذا لا لا أبدأ برمية بالعقل مئة مرة مئتين تلتمية تولي عندك حلاوة الذكر أنت تصيب حلاوة الذكر وانطلق في ذكر الله قلبك يبرى لأن ذكر الله القلب كما الكاس كما الكاس كي يتعمر واش يصير يفيد علي من يفيد على الجوارح يقولي إنسان منور في كل شيء في يدي في رجلي في لسانه في وجنه يقولي يطيع ربي فهمت أو لا فهمتاش دير وشأني يقول لك وستجد حلاوة ذكر الله لا إله إلى الله تقولها كما هو مطلوب لا إله إلى الله أو كي يقول لا 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 إله إلى الله فهمت أو لا فهمتاش ربي يشفيك ويخفف عنك وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته